قابل أريد أسمع من عندك رأيي على قضية الانتخابات المبكرة الجميع يكاد يكون مجمع على أن قضية الانتخابات المبكرة حديث ليس واقعي وليس له قيمة ولا توجد انتخابات مبكرة وممكن حتى في 2022 من غير الممكن عقد الانتخابات مو بس جائحة كورونا ربما باتفاق سياسي يمدد لمجلس النواب كما مدد لمجالس المحافظات ويمدد للحكومة كما مدد للحكومات المحلية يعني أنا أولا أطلب من أستاذ قصي الأخ العزيز أن لا يشيل الراية عن كل المجلس النواب العراقي لأنه أكو حقيقة ألا وهي أنه مع جل احترامي وتقديري للسيد النائب ولكل النواب المستقلين واللي أطهم رأي مستقل غير مؤثر بما يجيهم من خارج المجلس النواب العراقي أنه المجلس النواب العراقي يمشي من خلال بعض الكتل المحسوبة على الشيعة بدرجة أولى والكرد بدرجة ثانية وبعض الشخصيات السنية بدرجة كبيرة تتحدث فعليه أننا ننتقد المؤسسة وعملها وآلياتها وخروقاتها الدستورية وخروقاتها للنظام الداخلي مدى نتحدث عن شخص ولا عن سيد القصي الشبكي فنحن نفرز بين هذا الموضوعين على موضوع تكون الأمور واضحة فيما يخص الانتخابات المبكرة نعم نحن نلتمس من الكتل المتحكمة بعملية سياسية العوجاءة في العراق والتي أنتجتها انتخابات مزورة ما عدتها رغبة حقيقية في أن تكون هناك انتخابات مبكرة بالرغم من كان أنه أحد أهم شروط انتفاضة التشرين اللي أعطت قرابة 700 شهيد وعشرات الآلاف من المعوقين أنه يكون هناك انتخابات مبكرة فعليه سيد الكاظمي سيد كاظمي هو نتاج هذه الانتفاضة التشرين المباركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طيب أردس ليس سؤال أستاذ جوزيف أكون هناك قوى سياسية مبين عليها مرتابة من أداء مصطفى الكاظمي تنظر له من عين الريضة وبدأت تتحدث عنه وتشن عليه حملات واضح أنها تخوين وتسقيط من خلال جيوش الكاظترونية من خلال أيضا تصريحات إعلامية تكاد تكون واضحة وتقول له يا بأنت مهمتك انتخابات مبكرة ومواجهة أزمة اقتصادية وجائحة كورونا هل هذا الريب من أداء مصطفى الكاظمي سيدفعهم نحو أن يقبلوا بفكرة إجراء انتخابات مبكرة لمنع أي خطوة غير مدروسة أو قرار ضدهم بالإمكان أن يصدر من حكومة الكاظمي شوف أستاذ دكتور دكتور زيد العزيز اللي تحدثت عنهم جنابك الكريم هم مجموعين مجموعتين اللي يستخدمون نفس الخطاب مجموعة هي اللي تعتبر أنه السيد الكاظمي هو مو مع سياسة السلاح المنفلت ومو مع أنه تكون هاي جماعات المسلحة خارج إطار الدولة بحيث تخاف على مستقبلها وتخاف أن تطلع الأمور من تحت إيديها بالتالي تستخدم هذا الكلام على مو يكون إلى تسقيط أعلامي وتسقيط سياسي ولكن في نفس الوقت أكون مجموعة هي فعلا حريصة على مستقبل العراق ومستقبل المجتمع العراقي وسلمه وأمنه وكل ما يخص المجتمع هذا هي صادقة في تروحاتها المجموعة الثانية باعتبار صنفة الآن أنت مجموعة نعم المجموعة الثانية هم المخلصين للعراق عراقياتهم خالصة سميلي كتاة الإذات وغير مغلفة يعني كل اللي وقفوا مع انتفاضة التشرين وكل القوى التي تؤمن بقوة الدولة ومنطقة الدولة وتؤمن بالدولة المدنية والمواطنة هذه صادقة في هذه التروحات ولكن المجموعة الأولى سرقت خطاب المجموعة الثانية من أجل غايات مبطنة لتسقيط سيد الكاظمي أيهم ما أقوى وإذا احتى من أنا أعتقد إذا كان سيد كاظمي قد اتكأ على مجموعة الثانية هم سيكونون الأقوى أما إذا كان تسلل إلى قلبه الخوف والريبة من فقدان الموقع لا بدون أدنى الشك المجموعة الأولى بسبب امتداداتها الإقليمية وبسبب توفر المال في يدها وكذلك تحكمها بمفاصل الدولة وامتلاكها سلاح خارج إطار الدولة بإمكانك بمفاصل الدولة